أعلنت وزارة صحة والسكان تقديم الخدمات العلاجية لنحو 1850 حاجة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة كما تم تحويل 91 حالة للمستشفيات السعودية خرج معظمها باستثناء 11 حالة ما زالت تتلقى العلاج بهدف متابعة سير العمل والخدمات العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين قام رئيس البعثة الطبية المصرية بجولة تفاقدية مفاجأة لعيادات البعثة بمكة المكرمة للإتمئنان على مدى توفر الرعاية الطبية للحجاج المصريين ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات كما حرص رئيس البعثة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بالإتمئنان على الخدمات العلاجية المقدمة بعيادات البعثة بالمدينة المنورة كافة التخصص الطبية موجودة في الموعيد بتاعتها الحجاج بيتم التعامل معهم من أكتر من عيادة في أكتر من تخصص حتى تم عمل إجراء أكتر من حالة دوبلر موجات فوق صوتية على القلب موجات فوق صوتية على البطن ودي كانت حالات سبوراديك موزعة على أكتر من عيادة تم عمل فيديو كونفرانس بالأمس وجاء تم التحدث مع فريقنا الطبي الموجود في المدينة لاتمئنان على الحالة الصحية للحجاج هناك عن سير عملية الكشفات وصرف الأدوية الحمد لله زي ما قلت لحضرتك الحالة مطمئنة ما فيش أي شيء يدعو القلق على أي حد من الحجاج المصريين الموجودين في المدينة أو في مك كما تواصل البعثة من خلال فرقها الوقائية استقبال الحجاج المصريين لتقديم النساءة التوعوية لهم فور وصولهم لمقار إقامتهم وعمل ورش عمل لفريق الطوارئ بالمستشفيات إضافة لاستقبال الحالات المرضية بالعيادات لتقديم الخدمات التشخصية والعلاجية ذات التخصصات الدقيقة قلق قلبي والعظام تردد على العيادة في اليوم عدد من الناس الذين يعينوا من مرضى القلب طبعا بيبقى فيهم مشاكل فطبعا ده بيساعدنا وجود رسم قلب ووجود موجات صوتية كل ده بيخلي التشخيص بصورة واضحة وبصورة أفضل مع توفر كمان الأدوية بريد بتاعي بيجي يشتكيلي أنا القدم بحس فيها بسخنية شديدة الكاحل جميع المفاصل بتبقى شكوة متكررة بنتكلم مع الناس نحاول نحن نتحرك على مهلنا شوية نستخدم كمدات ميا ساعة أو كمدات تلك على مناطق الإصابة على أي ألم في العضلات على منطقة السمانة على منطقة الفخت وعلى منطقة القدم مع العلاجات طبعا وشرفت العلاج وقال لي هتأخذ العلاج إزاي الحاجات دي تأثرت في نفس الواحد إنه حس فعلا إن بلدي بيتخاف علي بعاني من مرض اسمه هوكم في القلب فالحمد لله الجماعة هنا عملوا الفعصات اللازمة ومتابعين الحالة كويسة جداً حالة استنفار قصوى بعيدات البعثة الطبية المصرية هنا بمكة المقامة لتوفير خدمة تشخيصية وعلاجية تلبي طموحات الحجاج المصريين محمد حلمي التلفزيون المصري